لما القصة يكون كل فرض فيها بيحافظ على كرامة التاني قلنا كرامة ومحبة واتزان حافظ على كرامة التاني وبينهم وبين بعض أمان واحترام وتقدير وكمان اهتمام إيه اللي حاصل؟ الفطرة عتتصان فطرتهم عتتصان ويساعدهم ده على الاتزان اللي بيصون سلوكهم من أي انحراف ييجي بقى السؤال نعمل إيه عشان نحصن أولادنا من الشذوذ أول حاجة عندنا شيء مهم جداً نتكلم عليه قبل ما أكلمكم في الآخر نعمل إيه احنا عندنا أسلوب التحصين بيقوم على ثلاث مفاين وقاية وعناية ورعاية وقاية نحافظ على كرامتهم ونحافظ على الاحتشام في البيت ونغزي أولادنا بالحب وبالاهتمام وبالأمان وبالاحترام والتأدير والرعاية لو اكتشفت إن ابنك عنده ميول جنسية شازة أفضل أقول شازة زي التلصص مثلاً الميول دي بتبدأ بالتلصص أو إدمان المشاهد الإباحية بلاش الشدة والعنف والوصمة معه محتاج إن أنت تزود اهتمامك ورعايتك بيه يعني إيه رعايتك؟ محتاج تسمعه لأن في أوقات كتيرة أنا أقول لكم التجارب اللي أنا اشتغلت عليها أنا اشتغلت في دعم التحرش مع ناس كتيرة لما بيتلحق التحرش بدري وبيلحق وبيحصل الدعم للضحية بدري الأثار السلبية اللي بتحصل بعد كده يمكن تلاشيها لما الأشياء بتتراكم ولذلك خلوا أولادكم يقولوا يتكلموا اتعلموا ما يسمى قيمة البوح إن حد يبوح له وخلوا البوح ده أنا أقول تعبير بس لازم تفهموه بشكل وعا البوح له قيمة مش هقدر أقول لكم البوح مقدس لكن البوح ده الإنسان عندما يبوح لأبيه أو لأمه هو يفعل شيء بعد معاناة شديدة فلازم يتقابل بمزيد من الحنان بمزيد من الرعاية نسمع واحد يقول لي يعني أسمع الكلام اللي يسمي بدني لو ما سمعتوش الكلام ده أكيد هيروح يتكلم مع حد تاني وفي الغالب لحد التاني ده هيكون هو الصياط اللي يصيده وبعد كده يستغله ويبتزه عاطفيا ثم يستخدمه فالحقيقة حضرت النبي على قوي قيمة الرعاية كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راعٍ ومسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيتها في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتي الرعاية بتقتضي أن أنت توسع صدرك وتسمع حاجات كتيرة ممكن ما تحبهاش هتوسع صدرك وتسمع وتعمل إيه؟ تيجي العناية بقى لو ما قدرتش تحل لو ما عندكش قدرة وما كنتش عندك خبرة وما كنتش مريت بده تيجي بقى العناية العناية نعمل إيه؟ لو أنا مش قادر نروح بابننا لطبيب أو معالج يساعدوا على التعافي المسلس ده اللي هو الوقاية ثم الرعاية ثم العناية الدفع ثم المنع ثم الرفع هو ده اللي ممكن نقدر نتعامل به مع أولادنا خلوا أولادكم يكلموكم ويقولوا لكم مش هقولكم أنتو بتعلموا أولادكم عدم الحياة لكن بتعلموا أولادكم الأرب بتعلموا أولادكم البوح لازم نحترم بوح أولادنا لأن أولادنا لو ما بقحوش لينا هيبوحوا لغرنا والشارع مليان كتير جدا جدا بالصيادين كل ما نسيب ولد من أولادنا وهو عنده أزمة فيه صيادة هيكون واقف بره أنا مش بقول أن دوت دعوة أن احنا نشارعا بالعكس 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 هي دي الوسيلة الوحيدة أن احنا نقضي على ده نمشي في الطريق ده نمشي في طريق التعامل مع المسألة وعلاج المسألة لابد أن احنا نتعامل مع ده على أنه خطر والخطر لابد أن يعالج أما التعامل معه بأنه طبعي إنساني هذا لن يكون هذا خطر ويحتاج إلى أن نتكاتف وأنا في مرات قادمة لأننا مش هنسكت عن الأمر ده هنتكلم ونجيب خبرات إزاي نقدر نتعامل مع هذا الخطر لأنه في الحقيقة اللي موجود في العالم كده ما يبشرش بأن المسألة مسألة إيه كلمتين وبس لكن اللي موجود في العالم بيقول أن ده خطر من جملة الأخطار اللي بيعملوها الناس اللي مش فاهمين يعني إيه حضارة إنسانية ومش فاهمين يعني إيه إنسان مكرم ووجعوا أقلوبنا بكل اللي عملوه بصناعة الحروب وصناعة وانتهاك حقوق الإنسان وكل ده بتجنين البشرية والإنسانية من مساوء تفكير ومن مساوء فلسفة هذه الفلسفة كانت عايزة تقضي على ارتباط الإنسان بالأخلاق ويبقى الإنسان إله نفسه يا رب أعنى يا رب ونعهدك يا مولانا إن إحنا مش هنسيب الطريق أبداً ولا هنسيب المناج هنسير ونحاول نساعد الناس على إنهم يخرجوا من هذا الخطر ونكون إن شاء الله وعيين بإن المسألة تحتاج صب وتحتاج مهنية ونستمر في ده إن شاء الله ابتدينا وفتحنا الباب ونتكلم إن شاء الله بمرات قادمة إزاي نتعامل مع ده مع مدد ربنا وتوفيقه إن شاء الله ونحن نتعامل مع ده